لطالما أردت تسجيل درسا حول بعض المصطلحات المتداولة منذ فترة وأعتقد أنها مرتبطة ببعض المواضيع التي نتناولها في هذه الدروس الآن والمتعلقة بالأزمة الاعتمانية لكنها على مستوى أعمق أود مناقشة مفاهيم المدخرات والاستهلاك والاستثمار يتم تداول هذه المصطلحات كثيرا في هذه الفترة فقد يذكر الكثيرون أنهم يستمثمرون نقودهم في سوق الأوراق المالية أو في منزل أريد في هذا الدرس توضيح طريقة تفكيري في هذه المواضيع وفي الحقيقة لم أشاهد طريقة الشرح هذه في كتب الاقتصاد على الرغم من أنه تم التعرض لها قليلا لكن أعتقد أن ما سأقوم بشرحه هو الطريقة الصحيحة إن المدخرات هي النقود التي لا يتم إنفاقها بل يمكن فعل أحد أمرين بها يمكنك استهلاك هذه النقود أو استثمارها لنقم بطرح بعض الأمثل المختلفة والتفكير فيما إذا كانت تلك تعد استهلاكا أو استثمارا لنفترض أن أحدهم يمتلك مبلغ 100 ألف دولار وأنه تم استخدامها لبناء مصنع ينتج المصنع سيارات أكثر كفاءة وأقل ثمنا من السيارات التي ينتجها أي مصنع آخر حسنا أعتقد أن الجميع سيوافق على أن هذا استثمار ولماذا يعد ذلك استثمارا؟ إنه كذلك لأنه يتم استخدام مبلغ 100 ألف دولار لبناء قيمة تفوق المبلغ الأصلي 100 ألف دولار ويتوقع المستثمر الحصول على عوائد على هذا الاستثمار وقد قمت بتسجيل بعض الدروس التي توضح مفهوم العائد على الاستثمار ويمكنك دائما حساب قيمته عند استخدام مبلغ 100 ألف دولار لبناء مصنع وكان العائد يساوي 50 ألف دولار سنويا يتم بذلك خلق منفعة قيمتها 50 ألف دولار على الأقل بافتراض أن النظام يسير على ما يرام وفي الحقيقة غالبا ما تزيد المنفعة عن 50 ألف دولار سنويا وربما تساوي 100 ألف دولار سنويا وقد يحصل المنتج على 50 ألف دولار ويذهب النصف الآخر للمستهلك يجب التفكير في هذا الأمر لأنه في حال حصول المنتج على العائد كاملا فلن يوجد دافع قوي لأي شخص لاستخدام هذه المنتجات على أي حال هذا ليس موضوع الدرس بل نحاول إيجاد طريقة التفكير في الاستهلاك مقابل الاستثمار سأستخدم اللون الأخضر لتدوين ما يتعلق بالاستثمار إذن أعتقد أن جميعنا يوافق على أن بناء مصنع يعد استثمارا لنفترض وجود شخص يمتلك مبلغ 100 ألف دولار لنفترض وجود شخص يمتلك مبلغ 100 ألف دولار لكنه لا يملك منزلا للسكن لذلك لا يمتلك مأوى ولا يستطيع الحصول على وظيفة ولا يستطيع أن يصبح فردا منتجا في المجتمع قد يستخدم الشخص المبلغ لشراء منزل بسيط يلبي احتياجاته لنفترض أنه يتم بناء منزل باستخدام ذلك المبلغ وهذا هو الاستخدام الآخر للمبلغ بدلا من بناء مصنع يستخدم الشخص المنزل كمأواله ولعائلته ويوفر أمانا له ولعائلته بحيث يستطيع أبناؤه ارتياد المدارس وبالتالي يصبحون أفراد منتجين في المجتمع بذلك يملك هذا الشخص منزلا ويستطيع القيام بالأمور اليومية والحصول على وظيفة ولذلك يصبح فردا منتجا بدلا من الاعتماد على الآخرين بالنسبة لي أفترض أن هذا يعد استثمارا أيضا ولماذا يعد كذلك؟ بالنسبة لي يعد شراء منزل والسكن فيه استثمارا لأنه تم استخدام مبلغ 100 ألف دولار والحصول على عائد منه ما هو العائد؟ حسنا من السهل تقدير العائد في حال بناء مصنع لكن في هذه الحالة يتم على الأقل اعتبار الوظيفة التي حصل عليها المالك عائدا بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه يحصل المالك على منزل ومأوى ويستطيع المالك الاسترخاء فيه يعد المنزل آمنا ويصبح الأبناء أفرادا فاعلين في المجتمع ويعد هذا استثمارا أيضا وربما لو لم يوجد مأوى للأبناء لم استطاعوا أن يساهموا في المجتمع أما بوجود المنزل يستطيعون الذهاب للمدارس وبالتالي يشكلون منفعة اقتصادية للمجتمع من الصعب تحديد قيمة ذلك حيث لم يملك المالك وظيفة قبل ذلك لكنه حصل على واحدة الآن ويجني مبلغ 30 ألف دولار سنويا للمساهمة بها في المجتمع فربما يحصل على وظيفة في أحد المصانع أو يعمل كمزارع وبغض النظر عن الوظيفة يزود الشخص قيمة مال المجتمع أما بالنسبة للأبناء إذا لم يتلقوا التعليم فقد كانوا يضيفون قيمة 10 ألاف سنويا لكن يمكنهم الآن إضافة قيمة 20 ألف دولار إذن ربما يكون هذا الفرق عائد على هذا الاستثمار إذن يمكن اعتبار شراء المنزل استثمارا لنفترض أن الشخص يمتلك منزلا مسبقا وتعيش عائلته بسعادة حيث يحصلون على جميع احتياجاتهم من الطعام ويستطيع الأبناء الذهاب للمدارس ويستطيع المالك الحصول على وظيفة لكن لنفترض أن الشخص لا يزال يمتلك مبلغ 100 ألف دولار ويستخدمه لبناء مناضد من الجرانيت للمطبخ ويستخدم ما تبقى منه لبناء حمام للمنزل وأرضية خشبية صلبة وربما يتم إضافة مساحة ألفي قدم مربع للمنزل لا يمكن تحقيق جميع تلك الأمور باستخدام مبلغ 100 ألف دولار لكننا سنفترض ذلك لتسهيل الشرح إذن تم إضافة تحسينات رئيسية للمنزل ولكن السؤال الآن هل يعد هذا استثمارا أم استهلاكا؟ بالنسبة لمعظم الناس في الحياة اليومية يعد هذا استثمارا في المنزل وما سبب اعتقادهم ذلك؟ إذا كنت تشاهد قناة Home & Garden فإنها تعرض أمورا مشابهة طوال الوقت بإنفاق مبلغ 100 ألف دولار في المنزل بهذه الطريقة ربما سترتفع قيمة المنزل بمقدار 150 ألف دولار أو ربما يقيم شخص آخر قيمة المنزل لتصبح 150 ألف دولار حيث أن العائد على الاستثمار يساوي 50 ألف دولار أما بالنسبة لي لا يعد ذلك استثمارا بل هو مخاطرة أكبر لتحقيق عائد أكبر سأدوين ما يتعلق بالاستهلاك باللون الأحمر ماذا يحدث؟ من وجهة نظر اقتصادية عند إضافة مناضد من الجرانيت أو إضافة حمام أو أرضية من الخشب الصلب أو مساحة إضافية تساوي 1000 قدم هل يجعل ذلك أي من من يعيشون في المنزل أكثر إنتاجية؟ هل يجعل أي منهم يعملون بجد أكبر؟ هل سيعمل سكان المنزل على إحداث تغيير جذري في العالم بأي شكل؟ الإجابة هي لا بل قد تتطلب هذه التحسينات إضافة المزيد من الأشياء التي يجب الاعتناء بها وبالتالي يقل التركيز على العمل أو ربما تتطلب المزيد من الطاقة لصيانة منزل من هذا النوع أو تدفئة أو تكيف للمنزل الذي يبلغ مساحته ألفي قدم مربع إذن بإضافة مبلغ 100 ألف دولار للمنزل يتم خلق ما سيؤدي لاستهلاك المزيد من المال ولن يساهم ذلك في الإضافة إلى الثروة الإجمالية للمجتمع في المثالين السابقين تساهم النقود في الثروة الإجمالية للمجتمع ويتم مشاركة بعضها وهذا هو العائد على الاستثمار لكن بشكل عام يعد هذا استثماراً للمجتمع أي يقوم بإضافة قيمة مال المجتمع بينما لا يضيف الإنفاق الأخير أي شيء ربما يجعل ذلك الشخص يشعر بالرضا حيال نفسه لكن لا يعمل ذلك على زيادة الثروة الإجمالية للمجتمع وعند القول أنه تم استثمار النقود المقصود بذلك هو أنه تم اتخاذ مخاطرة أكبر للحصول على عائد أكبر بالنسبة لمن يملك النقود عند استخدام مبلغ 100 ألف دولار لإضافة تحسينات للمنزل ربما يصادف شخصاً آخر قام بالأمر ذاته ربما قام هذا الشخص بشراء منزل وإنفاق المبلغ ذاته لإجراء هذه التحسينات قد يعثر مالك المنزل على من يشتري المنزل مقابل مبلغ 150 ألف دولار في حين أن سعره يساوي 100 ألف دولار وعند إضافة هذه التحسينات ربما تنخفض قيمة المنزل لاحقاً إذن يفترض مالك المنزل أن إضافة مناضد الجرانيت أو الأرضيات الخشبية ستناسب ذوق أشخاص آخرين بالنسبة لي عند إضافة هذه التعديلات يتم استهلاك مبلغ 100 ألف دولار بناء على ذوق المالك بل من المدهش وجود أشخاص ما على استعداد لدفع مبلغ يزيد عن 100 ألف دولار إلا إذا لم يقم هذا الشخص بتقدير سعر المنزل بشكل صحيح أو استطاع المشتري توفير هذا المبلغ لأنها جزء من قرض رهن عقاري على أي حال ما قمت بشرحه هو فكرة عامة حول ما يضيفه الاستثمار للمجتمع حيث يضيف استثمار في منزل بسيط قيمة للمجتمع وربما يطلق البعض على الاستهلاك استثماراً لأنه يعد مخاطرات أكبر للحصول على عائد أكبر وربما يجد الشخص من يستعد لدفع نقود أكثر مقابل المنزل لكن يتم استهلاك نقود دون إضافة منفعة للمجتمع سأكمل الشرح في الدرس التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر